أخرج الإعلان عن وفاة عبدالقادر التهامي رئيس جهاز مخابرات حكومة الصخيرات برئاسة السراج الخلافات المتفاقمة بين أركان هذه الحكومة والميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي تنضوي تحت عبائتها أخرجها إلى دائرة سراع الولاءات لترسم ملامح مرحلة جديدة تتدحرج بسرعة نحو تصفيات دموية تغذيها تركيا التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على مجمل مفاصل الحياة السياسية في العاصمة المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات قطع الصمت الذي لزمه منذ الإعلان يوم السبت عن وفاة رئيس جهاز المخابرات بنعي وزعه الأحد زعم فيه أن الوفاء نتج عن إصابته بأزمة قلبية مفاجئة لكن هذا النعي الذي جاء مقتضبا لم يبدد الغموض الذي أحط بهذه الوفاء بل على العكس من ذلك سهم في ارتفاع وطيرة التكهنات حول خفايا هذه الوفاء وملابساتها وبسط جملة من الافتراضات التي حملت رسائل قابلة للتأويل في اتجاهات متعددة لا سيما وأن المتوفي كان عنصرا فاعلا في معادلة صراع الأجندات داخل أركان حكومة السراج وخارجها في علاقة بالمشروع التركي في المنطقة وتضاربت الأنباء حول أسباب تلك الوفاء حيث أشرت مصادر متطابقة إلى أن التهام قتل بعد يومين من قطفه من قبل ميليشيات النواصي مرجحة بذلك تصفيته جسدية مراقبون أوضحوا أن تصفية التهام تندرج ضمن صراع النفوض بين الميليشيات المسيطرة على المؤسسات السيادية المالية والرقبية والأمنية في العاصمة ترابلس وأن هذه التصفيات تحدث عندما تكون هناك خلافات حول ملافات الفساد والنهب وهي طريقة تشبه إلى حد بعيد ممارسات عصابات المافية عندما تختلف على سبقات معينة أو تعتدي إحداها على مناطق النفوذ الأخرى في المقابل لا يستبعد المراقبون أن تكون تصفية التهام مرتبطة بأهداف وغيات ليست بعيدة عن النزاعات والصراعات التي فرضتها أجداد تركيا داخل حكومة الصخيرات والميليشيات الموالية لها وذلك بالنظر إلى دوره في تصاعد وطيرة الخلافات بين السراج ووزير الداخلية فتح باشاغا وفي هذا الصدد يشيرون إلى أن عملية التصفية جاءت في محتدم الصراع التي اختخذ عنوين مختلفة منها بالأساس إغراق العاصمة بميليشيات مدينة مصراتة التي ينتمي إليها باشاغا تنفيذا لخطة المخابرات التركية التي لا تثق في ميليشيات العاصمة وخاصة منها تلك التي ترفض محاولات الأتراك السيطرة على العاصمة عبر غزوها بالمرتزق السوريين الموالين لها وكان لفتا أنه منذ الكشف عن وصول رئيس جهاز المخابرات التركية هاكام فيدان إلى العاصمة تناولت التقارير التي تتحدث عن تصفيات جسدية لعدد من أفراد الميليشيات ترفقت مع تزايد تصفية الحسابات الشخصية والسياسية الأمر الذي أسهم في بروز سلسلة من التقديرات التي لا تستثني تورط تركيا في هذه التصفيات بهدف خلق توازنات جديدة لصالح الميليشيات الموالية لها اشتركوا في القناة